اكد سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام على ما يحظى به مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يمثله من مظلة جامعة للعمل الإبداعي الخليجي انطلاقا من الإيمان بدور الإعلام والفن في تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني والحفاظ على الهوية الخليجية والعربية وتعزيز حضورها على مختلف الصعود جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق فعاليات مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في دورته السادسة عشرة بمشاركة أمين عام المهرجان الأستاذ مجري بن مبارك القحطاني وحضور عدد من المسؤولين وجمع من الصحفيين ووسائل الإعلام وأشار سعادة وزير الإعلام إلى أن مملكة البحرين تعتز باحتضانها لهذا المهرجان منذ العام 1994 والذي نجح في أن يكون أحد أهم المهرجانات الفنية الخليجية والعربية لما شهده من تطور على مدى ثلاثين عاما مشيرا إلى أن مهرجان هذا العام يتزامن مع العديد من الفعاليات التي تحتضنها مملكة البحرين بالتزامن مع الاحتفالات بالمنام عاصمة الإعلام العربي 2024 وأضاف سعادة وزير الإعلام أن رعاية سمو الشيخ ألد بن حمدى الخليفة لهذه النسخة من المهرجان تضفي أهمية وتميز عليها وتعزز من فرص نجاحها في تحقيق أهدافها مشيرا إلى أن الدورة الحالية ستتضمن منح جائزة الدان للدراما وهي مبادرة جديدة في مجال دعم وتقدير الفنون وتعكس ما تليه مملكة البحرين من اهتمام بالإعلام والفن والمبدعين وأوضح سعادته أن عدد الأعمال المشاركة في دورة هذا العام يبلغ 365 عملا وتقوم لجنة تحكيم مكونة من 80 فنانا وخبيرا وناقدا فنيا بفرز وتقييم الأعمال المشاركة واختيار الفائز منها وفقا لمعايير الجائزة وبأعلى درجات المهنية والشفافية في إطار حرص مملكة البحرين على توطيد التعاون الخليجي المشترك في جميع المجالات ومن بينها الإعلام تولي المملكة مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون اهتماما كبيرا وخلال مؤتمر صحفي للمهرجان تم التأكيد على أن وزارة الإعلام وبالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج أنهت جميع الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالنسخة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون والتي تستضيفها مملكة البحرين بما يتناسب مع مكانة وأهمية هذا الحدث ودوره في تعزيز العمل الإعلامي الخليجي المشترك المؤتمر لسعاد رئيس المهرجان الدكتور رمزان النعيمي لشرح فعاليات المهرجان وأهميته وعنوين الفعاليات والحوار اللي تم فيه وشكر المشاركين والرعاة على ما يقدمونه فيه والحمد لله كانت حضور جيد وتمنى أنه يكون لبينا جميع أسئلتهم وجميعها محورة حول نشاطات المهرجان المهرجان فعالية كبرى رواد ونجوم تستحق المتابعة والاتمان خلال المؤتمر تمت الإشارة إلى جائزة الدانا للدراما التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وتنظمها وزارة الإعلام بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج حيث أن نسخة هذا العام من المهرجان تتميز بأنها تشهد تطورا نوعيا في شكل ومضمون المنافسة بين المشاركين وذلك من خلال جائزة الدانا للدراما نحن نجد جزء مهم جدا دائما ننطلق منه أنه نهتمام بالشباب والشباب ولذلك أنه نرى أنه وضعنا ربط بين الإعلام والهوية الوطنية الخليجية ولذلك السلوغن أو العنوان الرئيسي للمهرجان هو إعلامنا هويتنا اعتزازا بحويتنا وإيمانا بالتأثير الكبير للإعلام وأن الإعلام الآن تحول إلى صناعة على مستوى دول الخليج وتوفر البنية التحتية والمواهب الشابة التي تستحق دعمها وتحفيزها استضافته مملكة البحرين للدورة السادسة عشر لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون أهمية كبيرة تكمن في دور المهرجان الفاعل في توحيد الرؤى الإعلامية على مستوى منطقة الخليج العربي والاحتفاء بالتميز في مجال الإذاعة والتلفزيون وتكريم الطاقات الشبابية المبدعة في هذا المجال الحيوي جهود والطاقات يتم تسخيرها لضمان تقديم نسخة متميزة من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون لهذا العام باعتباره واحدا من أكبر الفعاليات التي تجمع الإعلاميين والفنانين بدول مجلس التعاون والعالم العربي وفرصة لتسليط الضوء على إبداعات الشباب إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر